وللحديث أكثر عن المبزرة الخضراء والفعاليات التي تشهدها مدينة العين تنضم إلينا من هناك الزميلة مهى ياسر مسلخيري مهى وكيف هي الأجواء في العين والمبزرة نعم متواجدة في مدينة العين وبالتحديد في المبزرة الخضراء أقف بالقرب من المساحات الشاسعة التي يقبل عليها مختلف العائلات في الحقيقة تتميز مدينة العين بمختلف الفعاليات والمهرجانات التي تضمها طوال فصول السنة لا سيما في فصل الشتاء كما نعلم العائلات تفضل دائماً الوجهات السياحية العائلية التي تحظى بفرصة الاستمتاع بمختلف المرافق هنا في المبزرة الخضراء تحتوي المبزرة على العديد من المرافق مثل الإلعاب الخاصة بالأطفال مثل كهف الملح في الحقيقة الذي يلاقي إقبالاً واسعاً من الزوار وكذلك فلج المياه الساخنة التي كذلك تلاقي إقبالاً واسعاً من الزوار المبزرة الخضراء تتميز بالجو الجميل دائماً وبإطلالتها على جبل حفيد كما نعلم مشاهدينا كما أنها تتميز بالتفاف المناطق الخلابة حولها وهي في الواقع تمثل مركزاً في وسط الطبيعة في وسط الجبال والخضر ما يمثل وجهة سياحية للزوار ووجهة رائعة ومثلة لقضاء الوقت الممتع مع العائلة والأصدقاء طبعاً أدعو جميع الزوار إلى زيارة المبزرة الخضراء والاستمتاع بالفعاليات المختلفة هنا هي في الواقع تضم مختلف الفئات العمرية من العوائل ومن الأصدقاء وأدعوكم كذلك زملائي في الستوديو إلى القدوم إلى مدينة العين والاستمتاع في مبزرة الخضراء عبد إليكم